نتاج رائع أبيض وسط نين ما ييجي العين ولكن أنا جاي أعمل ليزك معلش أنت جاي تقلع عن نضارة فاسيبي أن أختار لك لنسبك إيه؟ سبع أبحاث منشورة دوليا سبع تاشر بحث تم عرضه في المؤتمر السنوي للجامعية الأوروبية لا أكيد مش هتديلها اللانسز أكيد هتديلو مش هتديلو اللانسز اوه هتديلو اللانسز وبعدين تهيالي شخصية يعني يفاس هتدي فرشة سنانية وصلا لحد لا تهيالي أن الحاجات دي بتبقى حاجات شخصية ما ينفعش فيها استخدام كذا شخص ما ينفعش هتديها اللانسز بتاعت يتلبس مش هتديلو اللانسز بتاعت اوه مدرة أن أستسلف لصحابي اللانسز بيه أهلا بكم الحاجة نزلنا للناس يعني سألنا سؤال يعني فعلا ده السؤال اللانسز نده أنه جرم عليه وفي حاجة يسابة ندي عدسة سلاسخة لحد ومع ذلك أنا فجأت أنه وأنا بشوف بقى المنتاج أنه في ناس آه بتعمل كده فعلا واحدة تقول لك أنا عمال عندي عدسة الزرقاء وصحبتي عندها عدسة خضرة يعني أنا لو عندي فستان أخضر أو هي عدسة الزرقاء بتاعتي أدى هلها ونتبادل ده دي كرسة يا جماعة دي كرسة كرسة كبيرة جدا العدسة اللاصخة الملونة ديت يعني بلاش عمال على بطال كده ولون عنيكي أنا في رأيي أفضل كتير جدا من يعني عصلا كمان بيتوب عاجات غريبة بتحصل يعني بس لقي إنسانة مينفعش عليها أنها يكون على اللون هزرق خالص خالص وطبعا الكرسة أن راجل يغير لون عينه يعني برضو ده حاجة مقلقة بصراحة يعني لا 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 خالص الكلام ده إن أخد بالنا منه العدسة اللاصخة شيء ينبغي العناية بيه جدا 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 وزي ما فيه ناس عليك إدبارسون ما هنفعش دي حاجة شخصية النهاردة جفاف العين فارد نفسه بقوة شديدة جدا العدسات دورها فيه كبير والنهاردة هنستمتع بواحدة من أهم حلقاتنا لإنها مش بس عن جفاف العين إحنا لازم نربط بين الحلقة دي وحلقة سابقة عن جفاف العين ده جزء التاني لها فدايما تذكروا الجزئين مع بعض لكن اسمحوا لي أننا رحب بضيف العزيز الخيم العلمي الكبير أو الاسم الكبير في هذا المجال والصديق العزيز والزميل اللي بعتز جدا طبعا أجهد بوجوده معنا في القاهرة والناس وشرف كبير لي لينا إنه يكون معنا أستاذ دكتور رحمد عساف أهلا بيك أهلا بيك الحقيقة أنت بدأت يعني سلسلة من حلقات عن جفاف العين النهاردة بنتكلم على علاقة جفاف العين بعملياتها تصليح الإبصار إنها حاجة مشهورة قوي إنها استعمل تصليح الإبصار فهتشتكي من جفاف العين والكلام ده مظبوط ممكن حد يعمل عملية تصليح الإبصار ويشتكي من جفاف العين بس عايزيني نوضح نقطة صغيرة إن هو مش جفاف العين ما كانش موجود وبعد كده ظهر بعد عملية تصليح الإبصار لا هو في الغالب هو موجود قبل عملية تصليح الإبصار بمستوى معين وعملية تصليح الإبصار سواء لزك أو غيره زود الأعراض دي أكتر فالمريد بقى بيحس بيها أكتر وهي الحلقان والشكشكة وكمان بتوصل ساعات إلى شبورة بالعين يعني بتأثر كمان قعد نظر يعني ممكن جفاف العين يخليك مش شايف كويس وساعات بيخليك مش شايف كويس لفترات معينة ويرجع يتحسن تاني يعني تلاقي النظر بتاعك متفاوت ساعات يبقى حاله وساعات يبقى وحش على مدار اليوم دي أعراض جفاف العين بتظهر ممكن قبل عملية إصلاح الإبصار وممكن تتزايد أو تظهر أكتر بعد عملية إصلاح الإبصار بس اللي أنا عايزة أوصله إن جفاف العين بيبقى موجود من قبل العملية وتقريبا موجود عندنا كلنا هل تختلف أعراضه بعد العملية؟ بتزيد بتزيد أكتر إن أعراض جفاف العين لستة طويلة حمرار في العين حرقان بالعين شكشكة بالعين تحس إن فيه جسم غريب في العين حصوية أو رمشة في العين تدميع ساعات إفراز الدموع بكسرة ساعات من حين لآخر وفي نفس الوقت أو التفاوت البصر التفاوت حدة الإبصار من حين لآخر بتتزايد الأعراض دي مع تعرض للشمس بتتزايد الأعراض دي مع التغيرات المناخية سواء للتراب والأفار تغيرات الفصول من ربيع ساعات والخريف ببعض الأوقات إنت ماشي في صحراء أو قاعد في هوا مكان رطب أو قاعد في تكيف برضو مهما كان الهوا اللي جاي من المكيف دي وهوا جاي في القاعدة وده من الكمبيوتر فترات طويلة التكيف لو جاي مباشر رعين سواء تكيف في البيت أو تكيف العربية كل دي بتزايد أعراض الجفاف لكن أعراض الجفاف لليس كميتها كبيرة جداً أو عددها كبير قوي ممكن شرط المريض يحس بهم كلهم ممكن تحس بشوية منهم في بعض الناس الشاكوية الأساسية إن أوقات كتير مباشر شاف كويس وفي أوقات تانية المريض بيحس إن هو بحرقان بس في بعض الناس بيحسوا بحرقان ويحسوا إن يعنيهم بتدمع لكن مش شرط يحس بكل الأعراض بتاعت جفاف العين هي بتتفاوت لكن بتزيد أكتر أكيد بعد عملية إصلاح الابسور إزاي نتعامل مع جفاف العين بعد الليسك بس بيكسر من استخدام الأطراط المرتبة بس الأهم من كده هو إن إحنا نعالج جفاف العين ولو بصورة وقتية قبل عملية الليسك ده اللي عايز أقوله إن هو لو أنا كدوري أنا كطبيب لقيت في حد عنده جفاف العين وجاية من عملية إصلاح الابسور سواء ليسك أو فيمتو سمايل أو فيمتو ليسك أو حتى زرع العدسات لو عنده نسبة معينة من جفاف العين النسبة دي ساعات بتأثر على النظر وساعات كمان بتأثر على الفحوصات اللي بنعملها قبل عملية الليسك فلازم أنا كدكتور أنا أعالج جفاف العين وما فيش ما يمنع أن أنا أأجل حتى العملية إسبوع أو الأتنين لقيت لما لقيت جفاف العين يكتمل ولو بصورة وقتية هنا على سبيل المثال الصورة اللي قدامنا دي بتبين هو من تسميه تصوير القرانية ده بيصور التوبوجرافي بتاع القرانية بيصور خريطة للقرانية قبل عملية الليسك أو قبل عملية الفيلم توسمايل أو قبل كمان عملية زرع العدس لو في جفاف العين هيطلع صورة مشوشة والصورة المشوشة دي هتدينا معلومات غلط وهتدينا معلومات نقصة زي الصورة اللي قدامنا دي فيه جزء كبير قوي من الصورة الملونة دي لونه اسود يعني ايه يعني الكمبيوتر معرفش يقرأ الجزء ده من القرانية معرفش يقرأ الجزء ده من القرانية فأنا مش هعرف ما عنديش معلومات أو ما عنديش داتا معينة اعتمد عليها في تحديد مثلا نقاس العدسة أو متحديد سمك القرانية أو تحديد درجة تحدي بالقرانية قبل عملية الليزك فجفاف العين مش هيأثر بس بعد العملية ده كمان قبل العملية في حد ذاتها بيأثر على الفحوصات وعلى دقة الفحوصات اللي تتعامل قبل عمليات إصلاح الإبصار فمهم جدا أن أنا كطبيب أعالج جفاف العين لو أنا شايف كطبيب أن الجفاف العين ده هيأثر على الفحوصات أو هيأثر على نتيجة العملية مهم جدا أن أنا أعالجه قبل ما أبتدي حتى في إجراء الفحوصات نفسية هل في اعمليات لجفاف العين؟ عمليات لجفاف العين في عمالية بسيطة احنا جفاف العين عشانه يبقى فاهمين الدموع او مجرى الدموع نفسه الدموع بتقعد في العين فترة معينة بتؤدي الوظيفة بتاعتها وبعد كده بيحصلها تبخر او بتمشي فيه بلاعة صغيرة موجودة في الجفنين قد أه فيه قنات دمعية قنات دمعية دي مش بتفرس الدموع قنات دمعية دي اللي بتصرف الدموع بالبلة دي كدا بنسميها بلاعة الدموع فإندي عند حضرتها كنوة لو في حوض أنا بقول للست لو عندكم مثلا مياهة ومقطوعة أول حاجة بتعمل إيه مياهة تطقطع بيقولك المياهة تطقطع خلاص سنعمل إيه هنجيب حاجة نسد بيها بلعة الحوض ونحوش المياه في الحوض الحوض بتاعنا هو السطح العين والحنفية هي الغدة الدمعية اللي بتفرز الدموع طيب البلعة بقيتنا فين عندنا قناة صغيرة بنسميها بلعة الدموع أو القناة الدمعية دي بنسدها دي العملية اللي احنا ممكن نعملها ليه جفافة العين نسد البلعة دي علشان نحوش الدموع أطول فترة ممكنة على سطح العين والعملية دي بتنقسمي لجوزين هنا زي حاجة في الصورة هنا هو شايف في حاجة صغيرة زي راس الدبوس كده محتوطة في القناة الدمعية في البلعة نفسية تبقى صغيرة أوية يعني حاجة أقل من نص يعني حوالي تلت ميلي تقريبا دي بنسد بيها القناة الدمعية وعندنا نوعين منها يقيمة سددات للقناة الدمعية مستديمة دي على طول يقيمة سددات وقتية نعدي بيها مرحلة معينة وبناخدها كاختبار حتى إذا كانت المريض مستريح بيها بنحوله إلى سددات مستديمة فكرتها بسيطة جدا زي ما يكون عندك بلاعة وعايز تحوش المية وتمنع المية من التصريف تحط السددات دي علشان تحوش دموء أطول فترة ممكنة في العين لكن طبعا لها شروط مش أي حد بيعملها ومش أي وقت نقدر نعمل فيه السددات دي لازم نعالج الالتهابات اللي موجودة المصاحبة لجفاف العين الأول وبعد كده أسد القناة الدمعية من كتر ما تكلمني على جفاف العين في تحديد أو علاقتها بعمليات السحر الإبصار بعض الناس بقى يعتقد أنه هو ده الشرط الوحيد أو المحرك الوحيد للاختيار في عمليات السحر الإبصار أنا عندي جفاف عين فهختار كذا أو كذا هل جفاف العين هو المحرك فعلا الوحيد لاختيار نوعية معينة من لا لا مش المحرك الوحيد وكويس الحقيقة ذكرت السؤال عشان فيه ناس كان بتيجي قوي بتيجي يقولك يا دكتور أنا عندي جفاف العين ممكن أعمل لزك ولا لا لا ممكن تعمل لزك إن هو جفاف العين ليه درجات واتفق عالميا دلوقت إنه بيقسموه لدرجتين فيه درجة مؤسرة بيسموه يعني فيه درجة مؤسرة على حدة الإبصار وفيه درجات غير مؤسرة على حدة الإبصار لو الدكتور شايف إن جفاف العين درجته مش هتؤثر على حدة الإبصار فممكن يتجه ويكمل في الفحوصات ويعمل عملية الليزك أو غيره مش شرط ليزك تحديدا يعني لو الدكتور الطبيب شايف إن درجة جفاف العين هتؤثر على حدة الإبصار أو هي مؤسرة فعلا على حدة الإبصار بتاعت المريض وبالتبعية هتأثر على الفحوصات اللي هيعملها قبل عملية إصلاح الإبصار فبالتالي الدكتور هنا بيأجل العملية أسبوعين أو تلاتة وساعات أربع أسبوعين ويأخذ المريض يعلاج مكسف لجفاف العين ويعيد إجراء الفحوصات تاني وبعد كده يتجه يعمل العملية على طول ده الالجوريثم أو الاتفاق العالمي دلوقتي على موضوع جفاف العين وإعلاقتها بعملية إصلاح الإبصار فإحنا ممكن إحنا نعمل الكلام ده بشرط إنه مش كل درجات جفاف العين هتؤثر على العملية في بعض الناس عندهم جفاف العين ونعملهم العملية برضه في كتير من الناس بعد عملية الليزك بيفقدوا اتصالوا بالدكتور خلاص إحنا عينينا كويسة بنشوف كويس ببنعملش حاجة تحمينة من الجفاف أو تعليمات معينة نعملها لغاية لما حتى العين ترجع لحالاتها لا إحنا دايما بننصح المريض بنصائح معينة بعد العملية لازم يكسر من الأطرات المرتبة لو شايف حاجة مش مظبوطة أو إن النظر بتاعه بيتغير بحدة بعد العملية يراجع للطبيب بتاعه ما يعودش قدام الكمبيوتر فترات طويلة ودي نصيح عامة بندها لكل الشخص مش شرط يكون عاملة عملية أي حد يعني بيجن العادة بيكشف لأي سبب من ما بيقول الله أنت بتوضع الكمبيوتر فترات طويلة عندك واحد اتنين تلاتة حول تعمل الكلام ده عشان تحافظ على طابة الدموع فترة أطول لكن لو المريض شاف إن فيه عنده مشاكل بعد كده هوات غير طبعية أو أكتر من التعليمات اللي احنا بدي نهاله شاف إن فيه حاجة مش مظبوطة أو التبع التعليمات وليه إن فيه برضو مش جابة نتيجة فلازم يرجع للطبيب طبعا على طول ويشوف إيه الخطوة اللي جاية اللي ممكن يعملها سعب بنعمل سدادات للقناة الدمعية بعد عملية الليزك علشان نعالج جفاف العين الوقتي هو جفاف العين اللي بيزيد بعد الليزك بيبقى وقتيا بيستمر حواليه شهرين لستة شهور هنا ممكن المريض لو مش مستريح بالتعليمات والأطارات المرطبة ممكن نحط له سدادات تحت القناة الدمعية لكن أنا عايز أأكد إن الجفاف العين هي مش مشكلة كبيرة قوي بس مشكلة سخيفة قوي المريض هيشتك إن فيه التهابات متكررة في العين لكن مش هتأثر معاه في حاجة كتير لكن هو هتدايوب مش هيبقى مستريح مش هيعيش بصورة طبيعية في ناس يعني دلوقتي هتسألنا سؤال الليزك أو الفيم توليزك أو الفيم توسميل أو التصريح السطحي كل واحد بيعمل ممكن يعمل الجفاف العين بس هل يختلف الميكانيزم الطريق أكيد أكيد حاجة كويس نحاك سألت السؤال ده إن إن هي طبقة الدموع مرتبطة ارتباط وثيق بطبقة الأعصاب اللي موجودة في سطح القرانية طبقة الأعصاب دي في وقت الفيم توليزك أو الليزر السطحي أو الفيم توسميل بتتقطع بالليزر فطبقة الأعصاب دي بتاخد لها وقت عبل ما ترجع تاني تشتغل تاني الأعصاب دي لو مش موجودة الألياف العصابية دي لو مش موجودة في سطح القرانية فرص الدموع بيقل جامد قوي وده اللي بيزود جفاف العين بعد العملية فعلشان بنستنى حوالي شهرين لست شهور عبل ما الأعصاب دي تلتأم تاني ويرجع إفراز الدموع لمعدله الطبيعي تاني لازم يبقى سطح العين لامع بهذا الشكل كده سواء قبل العملية أو سواء بعد العملية علشان الدموع دي مهمة جدا للغزة بتاع القرنية ومهمة جدا للنظر كمان علشان دي المراية اللي بشوف بيها كمان سطح العالم الخارجي فبالتالي هنا هواته في عمليات الليزك الطبقة دي طبقة الألياف العصبية بتتقطع مع عمليات الليزك وبتتقطع مع الليزر السطحي وكمان بتتأثر في الفيمتوسمايل عشان عكس الكلام اللي بيتقال إن الفيمتوسمايل ما بيعملش جفاف العين لا بيعمل جفاف العين بس يمكن بدرجة أقل شوية صغيرين ولازم برضو ليه شروط معينة لازم أنا المريض لو عنده درجة معينة من جفاف العين وهيعمل الفيمتوسمايل لازم علي الجفاف العين الأول قبل ما دخل ويعمل الفيمتوسمايل إن الفيمتو سمايل بيعمل برضو جفاف العين بس يمكن بدرجة أقل شوية صغيرين فهنا هوت لو هنرتبهم العمليات إصلاح الإبصار ومدى تأثيرها السلبي على جفاف العين أكتر حاجة الفيمتو ليزك الليزك والفيمتو ليزك الليزر السطحي يلي الفيمتو سمايل أقل حاجة بتعمل جفاف العين هي عملية زرع العدسات زرع العدسات يعني آه يعني أقل حاجة نحن نبعد عن القرانية خالص إحنا بندخل عدسة جوه العين فبندبعد عن القرانية خالص بندعم الفتحة صغيرة أو بس في القرانية حوالي 2 ميلي دي ما بتعملش جفاف العين بصورة زي ما بيعمل الفيمتو ليزك أو الفيمتو سمايل سؤالي لو وجهين يعني بعد ما عملنا الليزك وحصل جفاف العين هل لابد من إعلان جفاف العين أو بشكل آخر السؤال هل يضل جفاف العين العملية نفسها؟ ممكن يقلل للتأم العملية نحن جفاف العين اللي بيتبعه أن ما فيش دموع كفاية ما فيش دموع كفاية يعني ما فيش غزة كفاية للقرانية وبالتالي الالتأم هيكون أبطأ ما فيش مضادات حيوية في الدموع وبالتالي العين بتبعه عرضة أكتر أو القرانية بتبعه عرضة أكتر للالتهابات الميكروبية وهتأخر أكيد الالتأم بعد العملية وهو في نفس الوقت ممكن تعمل مشاكل بعد العملية فبالتالي الجفاف مهم جدا أنه يتعالج كويس أو أنه ممكن يأثر فعلا على نتيجة العملية ودايما عندنا مقولة بتقول أن جفاف العين لازم المريض يعالج الجفاف أو الدكتور أنا آسف الدكتور يعالج جفاف العين قبل العملية للمريض لأنها لما تكون فيه جفاف العين قبل العملية فهي دي مشكلة المريض لما يحصل جفاف العين بعد العملية فدي بقت مشكلة الدكتور فأنا ما أقعد معاك مثلا وأقولك والله أنت عندك جفاف العين وإحنا لازم نعالج الجفاف قبل ما نعمل العملية فهي مشكلتك أنت لو أنا مقولش الكلام ده خالص وتجاوزت المعايير العالمية وعملت العملية استعجلت وعملت العملية وانا عارف ان انت عندك جفاف في العين والاعراض دي بعد كده زادت انت هتيجي تلومني انا وبقت مشكلتي انا كدكتور وانت مش ملان في الموضوع ده خالص فانا لازم علي الجفاف في العين انه قبل العملية ده مشكلة المريض بعد العملية بقت مشكلة الدكتور السؤال القادم مهم بقى يعني برضو المريض محتاجي يعرف انا عندي عملية تصحيح ابصار في الكتالوج او الابشنز وده ماذا تنصح انه يعني ياريت نبعد عنها شوية في حالة ببود جفاف عنيف ملع عمليات نبعد عن عمليات معينة اه يعني عملية هل التصحيح الصفحي اه نبعد عنه هل الفهمتو اسمايل لا هو الاكتر حاجة لو هي يعني جفاف العين شديد قوي وانا عايز اعمل عملية اصلاح البصار انا ممكن ما اعملش فهمتو ليزك ممكن اعملش فهمتو ليزك في هزي الحالة ممكن اعمل فهمتو اسمايل او اعمل زرع عدسة يعني ممكن يكون مثلا احنا بنعمل زرع عدسة عادة في المقاييس العالية اللي هي سالب 8-19 مثلا فما فوق فما فوق في بعض الناس عندهم سالب 4 او سالب 5 ينفعل وفهمتو ليزك وسمك القرنية كويس وشكل القرنية كويس بس عنده جفاف العين وانا عارف ان جفاف العين درجته ممكن تؤثر على النظر ممكن تؤثر عن تيكة العملية وهتدايق المريض بعد العملية مش عايز ازود جفاف العين اكتر من كده فممكن اتجه في هذه الحالة لزرع العدسات رغم ان المقاييس بتاعته مش عالية هي سالب 3 او سالب 4 بقوله والله انت جفاف العين هيزيد عندك والاعراض انت بتشتكي منها دي هتزيد ولا مش هقدر اسيطر عليها قوي فانا شايف ان الحل الامثل بتاعك عشان ما نزودش جفاف العين اكتر ممكن اعمل العملية التانية اللي هي زرع العدسات ففي حالة زي كده اه طبعا اكتر حاجة ممكن تأثر هي فهمتو ليزك فهمتو ليزك لو وضعنا في كفاي ميزان مع الجفاف في ناس تقول طب انا خلاص انا هكمل بالعدسات اللاسقة مش هعمل تستحق ابصار ايهما ازعج او اكثر خطورة على الجفاف العين انت عارف الاجابة اللي مع العدسات اللاسقة طبعا اللي مع العدسات اللاسقة ارجوكو طبعا اه 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 اكتر سبب العدسات اللاسقة اللي واحديها اشهر سبب لقرح القرنية دي رقم واحد يا خبرش رقم اتنين هي اكتر حاجة تزود جفاف العين الحاجة التالتة ان العدسات اللاسقة غير يعني احنا مش هنتكلم على العينية انت بتعتني بالعدسات اللاسقة وبتلتزم وبتعمل بكل حاجة العدسة اللاسقة بتزود جفاف العين وبالتالي فهي خطورتها مزدوجة من خطورتها ان هي بتزود جفاف العين تخلي العين اكثر عرضة للالتهابات في نفس الوقت العدسة اللاسقة مهما كانت ايديك نضيفة وانت بتلبسها هي برضو عرضة أن هي تنقلك ميكروبات على سطح القرنية وكمان العدسة اللسقة بتخدش سطح القرنية ومدخل لأي ميكروب يخش من خلال سطح القرنية يعملك قرحة فبالتالي الشخص العايز يعود بعدسات لسقة على طول بنتصحه نقوله لا لو أنت ما بتحبش النظارة ومعتمد على العدسات حاول تفكر في حالة تاني أمثل لأن العدسات عمرها ما كانت بديل للنظارة النهاردة تجوال علمي رائع لكن لازم نلخصه في تلقاغراف مهم فيما يربط أو العلاقة ما بين الجفاف وبين عمليات تصحيح الإبصار أي في علاقة وثيقة ما بين الجفاف وعمليات تصحيح الإبصار والاتنين بيأثروا على بعض يعني الجفاف بيأثر على عملية تصحيح الإبصار بيأثر على النتيجة بتاعتها من ناحية أن بيديني فحوصات مش مزبوطة الفحوصات اللي تتعامل قبل عمليات تصحيح الإبصار في وجود جفاف العين هتبقى غير دقيقة والأرقام اللي بناخدها من خريطة القرانية هتبقى غير دقيقة وبالتالي هتأثر على نتيجة العملية بعد كده وعمليات إصلاح الإبصار في حد ذاتها بتزود الجفاف العين بعد العملية فالتنين بيزودوا وبعض التنين بيأثروا على بعض فلازم نكسر الحلقة المفرغة لما بينهم الدكتور لازم نهواتي يعالج جفاف العين كويس قوي قبل ما يعمل عملية إصلاح الإبصار ويتابع المريض كويس قوي وهنا مهم جدا أن المريض يبقى فاهم أن أعراض جفاف العين هتزيد بعد العملية عشان يبقى متقبل كل الأعراض دي ويعرف أنه حاجة طبيعية وما فيش مشكلة في العملية نفسيها وهتتلاشى تدرجين بعد شهرين أو ست شهور من العملية كالعادة بتبهرني وكالعادة سعيد جدا جدا بهذا الحوار وعايز أقول أنه ده الجزء الثاني في جفاف العين عشان الناس اللي لازم تبقى انترسد أنها تذاكر لتنين أو تفهم لتنين اللي عندهم جفاف ومهتمين جدا بفهم هذه المشكلة المرضية لازم يزاكر أو يعني يتفرج على الجزء الأول في الحلقة السابقة ثم جزء التانية هتلاولي اتنين حلقتين تحت بعض في اليوتيوب ولذلك لازم ده من الحلقات اللي لها بارت واند بارت وثور وكالعادة بتبدع وكالعادة بتساعدني وكالعادة بنتظر محابراتك بشغف كبير اللي تعلمني كثير جدا شرف ليه شرف ليه هو دي في وسطي ده شرف لينا أكيد شرف يعني نولناه وجود ضيف العزيز أخيما العلمي الكبير أستاذ الدكتور رحمد العساف في الناس الحمد كل سنوات تتانية وتمصحها بسنوات خليكم دايما معنا سنوات حال التأخر حمد؟ اعمل فحوصاتك كلها الأساسية الأربعة عشان تتأكد إن المبادئ الأساسية للزوج والزوجة الاتنين الأربعة تلاتة منهم يخص الزوجة والرابع يخص الزوج أربعة سلام واحدة قدامي زي الفل صغ سليم ما عندهاش أي وجع خالص لا أثناء دورة ولا أثناء علاقة زوجية ولا أثناء ولا أثناء ولا أثناء ولا أي حاجة خالص خالص فيش أي نوع من أنواع الوجع ولا أي صورة من صور الوجع بس عندها تأخر حمد ممكن يكون